السلام عليكم ورحمة الله أزوف لون تم اليوم الاربعاء 23 ديسمبر استدعاء السيدة نورية بن غبريت الوزيرة السابقة للتربية الوطنية تم استدعاءها من طرف قاضي التحقيق لمحكمة سيدي محمد القاضي هذا تابع للقطب الاقتصادي والمالي لما واحد يستدعي هذا القاضي القطب الاقتصادي والمالي للبول ايكوناميكي الفينانسي يعني فيها تخربشين فيها يسردين فيها الدراهم السيدة بن غبريت متهمة باستعمال أو بسوء تسيير القطاع تحها ماليا استعمال نفوذ ديالها وعدم احترام القانون في التسيير المالي للقطاع اللي كانت هي على رأسه من سنة 2014 يعني من مائي 2014 حتى المارس 2019 يعني خمس سنين دونك مادام بن غبريت اللي كانوا الناس يعسوا لها غير حوايش تعقال هاي مخلات ساد ما يصلي في المسيد هاي نحاك بسم الله من قدا هاي تبعوا راغير في هذا العام الرسمي التغماس واحد ما كيتكلم عن التغماس والتغماس في قطاع التعليم ما عندوش مثيل في قطاع التعليم منصب مدير ولائي للتربية الوطنية يتباع ب300 وخمسمائة وستمائة مليون نعم بش تكون مدير ولائي يجب تشري المنصب هداك وعلاش تشري المنصب الدرام على اخترقش لما تعود مدير ولائي للتربية الوطنية عندك ميزانية تاع الحم والخبز والخضرة اللي تشري للمطعم المدرسية دونك شكون البوشي اللي راح يدير كنترا مع المسيد الفلاني او المسيد الفلاني ماشي اي بوشي يدي كنترا اللي متشيبا يدي كنترا شكون الخباز اللي يبيع الخبز للمدارس ماشي اي خباز يدي كنترا اللي متشيبا شتحنا اللي كان بنا مدارس كان ترميم أقسم ترميم مدارس شكون يجي يبني دينمارش بشي يبني مدرسة او يرمم مدرسة او يرمم أقسم شكون او كالي جروب سكولار فورج المدراسي شكون ماشي اي مقاول اللي متشيبا دونك شتواش حالة منصب مدير ويلائي التربية الوطنية شحالي يجيب دراهم على ذلك يتبع المنصب زيد المعلمين دخلونهم مسوسة تا دروس الخاصة ولي تسيب معلم يدير دروس خاصة لثلاثين تلميت في نفس الوقت يعني نفس الوقت يعني نفس الوقت يدير فيه طوابل وقال اربحوا وتقرأوا والاخر دخلوا الدودة هذه السم هذا دخلوه المعلمين المعلم اللي يعني كان مرتبته في مراتب الرسل شوفوا نصلوه نقط القطاع التربية هذا كان مصخ بزاف بزاف ومشي غير من غبريت هو اللي افتح الباب تعال الفساد في التعليم واللي في عهده بدأوا يتباعوا المناصب هذه اللي نتكلم عليها تعال مدير ولائي ومدير مؤسسة ويعني جميع من عنده دور يصرفوا يدخل في شبكة الفساد شكوين نفتح الباب هذا بن بوزيد اللي يراه بسيناتور يضرب مئة مليون لشهر ليس لاري تلتاعة وزير هذا بن بوزيد 20 سنة هو على رأس التعليم بدأها من الابتدائين الجامعي خربها كاملة هذا بن بوزيد ارتكب جريمة ضد الإنسانية لا تغطفر لأنه قصر المنظومة الترباوية في الجزائر إذا اليوم تشوف واحد متخرج من الجامعة لا يعرفش يكتب زوج جمل صحح؟ رأى ما شي منه رأى من بن بوزيد اللي قصر المنظومة الترباوية هذا بن بوزيد كان يدير كتب ما تبع ما تشرا ما تقرأ هذا كتب ترباوية ويبيحة 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 في المدارس لا يتم تقرأ ويبيحة خطبي ما كان يمكن ترى فقط نحن 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 من نحن 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 أراه نحن 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 نمات وزعلان 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 يذهب و يخربسه في جهته و يشوف يذهب و يخربسه جهته و يشوفوا العجب هذه من غبريت تسمى كلات الميات كلات الفوتات كلات الفوتات بتاع بن بوزيد السلام عليكم ورحمة الله